اولا ايه هي السمنة؟ السمنة ان 30% من جسم الانسان 30% يبقى فات يبقى دهون اوكي ازاي بنحسب الانسان ده سمين او لا بمعدل كتة الجسم اللي هو البي ام اي اللي هو الوزن بالكيلو على الطول بالمتر يعني سكوير اللي هي مربع الحزبة دي بتطلع لكل واحد معدل كتلة الجسم بتاعته من 25 ل30 ده عنده زيادة في الوزن فوق 30 ده بيبقى اللي هو عنده سمنة طب ليه السمنة بتؤثر على الخصوبة عند الست هتكلم الاول عند الست وبعدين هقول الراجل احنا الدورة الهرمونية بتاعت الست دورة معقدة جدا فيها علاقة ما بين المخ والمبايد والرحم والعلاقة دي بينظمها مجموعة من الهرمونات من ضمنهم هرمون الانوسة اللي هو اسمه الاستروجين هرمون الانوسة ده في الجسم بيطلع من حاتتين المبيض والغدة القذرية الغدة القذرية دي بتفرز هرمون الاستروجين بس باختلاف كيميائي شوي لما الانسان جسمه بيتملى دهون الهرمون ده بيتحول في الدهون دي لنوع تاني من هرمون الاستروجين فبيزيد نسبة الاستروجين في الجسم اول ما يزيد نسبة هرمون عن معدله الطبيعي يبتدي يحصل خلل في كل العلاقة اللي موجودة بتاعة الطبويد واهم حاجة عند الست عشان يحصل حامل هو الطبويد اول ما يحصل الخلل الهرموني ده يبتدي الطبويد دي تلخبط تجي لي ست اعرف ازاي ان انا السمنة بتاعتي دي مؤسرة على الطبويد بتاعي اذا حصل ان الدورة بقت اصبحت غير منتظمة حصل نزيف في اوقات مش طبيعية نبتدي نعرف ان السمنة مؤسرة لكن فيه سيدات بتبقى الدورة بتاعتها منتظمة ومع ذلك ما بتحملش او بتحمل وتسقط فده برضو لسبب اخر ان السمنة بتزود هرمون تاني في الجسم اسمه ليبتين الليبتين ده بيؤثر على عملية نضوج البوايدة يعني ممكن تطلع البوايدة لكن تطلع غير نتجة فده ما يسببش اخصاب كويس او لو حصل اخصاب يحصل سقوط او لو ما حصلش سقوط يحصل كمان حاجة اوحش عيوب خلقية في البيب